سبعة قتلى في ظرف 12 ساعة بغزة أربعة قتلى فجر اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي على شرق بيت حنون شمال القطاع سيارات إصعاف فلسطينية تمكنت بالتنسيق مع اللجنة الدولية لسليب الأحمر من الدخول إلى المنطقة التي استهدفتها المدفعية الإسرائيلية لنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى تفاصيل القصف يسردها بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قال فيه إنه رسد مجموعة كانت تضع عبوة ناسفة قرب الأسلاك الشائكة الأمنية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل فقصفها بطائرة تابعة لسلاح الجو والمدرعات أصابت هدفها سكان المنطقة في بيت حنون يقولون إن القتلى ينتمون إلى مجموعة معروفة باسم حماة الأقصى بينما يقول آخرون إن ضحايا مدنيون وأنا أقول أن حتى من يدعون أنهم جماعات إسلامية أو مشددة فليعلنوا عن أنفسهم وليكونوا واضحين أو يحددوا عنوانا للتعامل معهم وأنت تعلم نحن في قطاع غزة وفي الحكومة الفلسطينية جزء من المقاومة جئنا بناء على برنامج المقاومة لذلك كل الأسماء معلومة وكل العنوين للعمل الوطن الفلسطيني واضحة إلا بعض هذه الأسماء التي نشك في خلفيات وفي الجهة التي تمويلها وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة مساء الأربعة إثر غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة قالت السلطات الإسرائيلية إنهم كانوا يحاولون إطلاق صواريخ وعلى الرغم من الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل فإن التوتر بين الطرفين يعود من فترة إلى أخرى فلليوم الثاني على التوالي يتصاعد العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل وليستمر السكان غزة في دفن موتاهم الواحدة والآخر نبيها وطاز بي بي سي